السلام عليكم احلام وتدعين في الدنيا رب دايما تكونوا خير اللي عنده البنورة دي البنورة الازاز دي بتبقى بتاعت فوزات او اللي هي البنورة بتاعت السمك فانا كده هنزينها بطريقة حلو هنعمل منها فوزة يلا بقى ندوس لايك ويلا نكمل مع بعض الفيديو انا كده عندي الاستراس الدهبي ده اللي هو يعتبر الربع فرخ منه 10 جنيه يعني هو الفرخ دريبا كله بيكون 40 جنيه فبيبقى منه جزء كبير الربع متر ده بيكون كبير جدا يعني يعمل معيكم افكار كتير جدا انا بكده بدأت ان انا اجيب منه شرائط على حجم البنورة بتاعتي وقطعت الجزء اللي هو بنسبني يعني حوالي 6 او 7 سطور بحيث العرض اللي انا عايزه اه اللي انا بحدده يعني انتو كل واحد ممكن لو عنده نفس الفكرة ممكن يستخدمها باللي عنده وفيه ممكن تستخدمه البديل اللي هو الاستراس البلاستيك برضو هيكون كويس جدا انا حبيت استخدم اللي هو الاستراس دوت لانه هيديني غناوة شوية للفكرة وهيخلي الفوزة شكلها عالي جدا مستويها هيبقى اعلى لو احنا استخدمنا الاستراس البلاستيك الجزء اللي تحت دوت انا استخدمت فيه حوالي عشر صفوف من الاستراس وبعد كده حاولت كده ان انا قصها كمفروض اقصها من البداية بس انا الاول ازقتها وجيت شلت ايزيات زي كده وهبدأ كده ان انا اضمها الاتنين على بعض ببرده بكمية كويسة من الشمع واضغط علشان تقفل معي كويس انا بعد ما حطيتها كده حسيت ان في حاجة انا قصة فقررت ان انا اعمل الجزء اللي فوق كمان بس بقال شوية يعني مقاس مسلا حوالي سطرين بالزبط علشان يديني بس زي للجزء اللي فوق دوت يبقى شكلها اشيك او زي ما انتم شفتوا بصو صفين بالزبط هبدأ كده ان انا اعملها وهلزها برضو كلها من فوق كده الفكرة بسيطة جدا بس هنستخدمها كفوزة قيمة جدا لو عندكم بقى الفرو اللي طالع جديد سويا الاسود او الابيض مع الصفرة هيبقى شكله روع جدا لو عندكم ورد مجفف او عندكم الكريستال الملون هيكون ده هو الرعاة الرسمية للفكرة زي ما انتم شايفين بصوا الكريستالات دي بدي بتبقى بالكيس الكيس بخلصة جنيه بس بيبقى شكلها حلو جدا مع الحاجات الازازة تمني ان الفكرة تكون عجبتكم تدخلوش بقى علاية باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه اول مرة بالتباية نانزل حالة نفعل الاشتراك عشان يوصلك الجديد او اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة